أعلن الرئيس الأمريكي باراك كوباما الخميس وضع حد مع مفعول آنيا لنظام خاص مطبق منذ عقود يقضي بمنح إقامة للمهاجرين الكوبيين والذين يصلون إلى الأراضي الأمريكية بصورة غير شرعية وبعد عامين على بداية تقارب التاريخ بين واشنطن وهفنا يتيلغى هذا النظام الخاص استجابة لمطلب قدم للنظام الشيوعي في هفنا الذي كان يرا فيه تجيعا لمواطنيه على الهجرة بتبني هذا القرار المشترك اليوم فإنه تم القضاء على أزمة الهجرة لقد تم التخلص من محفز أساس لأزمة الهجرة في الولايات المتحدة وضعت لبنات لهجرة قادمة من كوبا آمنة وقانونية فقد أحبثت عملية للتجارب البشر والجرائم الأخرى المرتبطة بها وعلى أزمة موجة الهجرة الكثيفة للكوبين في زوارق عام 1994 توصل البلدان إلى اتفاق ينص على منح الولايات المتحدة عشتين ألف تاشرة دخول في السنة وإعادة المهاجرين غير الشرعين الذين يتم اعتراضهم في البحر إلى كوبا وأفضل هذا الاتفاق وقانون الهجرة المعتمد إلى السياسة المعروفة بسياسة الأقدام الجافة والأقدام المبللة التي تقضي بسماح ببقاء المهاجرين الذين يسرون للولايات المتحدة وإبعاد الذين يتم اعتراض مراكبهم أعتقد أن فكرة منع ملك الكوبين المجيء هنا هي فكرة جيدة باستثناء الكوبين ممن قاموا بأشياء ضد كاسترو أو ممن فروا بسبب الحكومة الكوبية أما أولئك الذين يتون للعيش هنا ولما يستفدون من المساعدات خلال عام ويوم واحد يعودون إلى كوبا ومعهم الأموال التي حصلوا عليها فأنا ضد ذلك وكان المهاجرون الكوبيون يحظون منذ دخول قانون حيز التنفيذ عام 1966 في خضم الحرب الباردة بتسهيلات الإقامة في الولايات المتحدة بالنسبة للكوبين الذين يردون العيش في بلد آخر فإن السبيل الوحيد هو سفر بطريقة غير شرعية ولكن لا أعتقد أنه كان مناسبا أن تقوم السلطات الأمريكية والكوبية بإلغاء القانون شاملة بذلك الأقدام المبللة هذا القرار الذي اتخذ قبل ثمانية أيام من مغادرة باراك كوباما للبيت الأبيض يعد وسيلة للرئيس الديمقراطي لتعزيز التقارب مع كوبا الذي يراه خلفه والجمهوري دونالد ترامب بعين التحفظ اشتركوا في القناة